طيب نسمع إلى جناب القصة مرة أخرى وهو يحدثنا عن عقيدة التجسد هذه العقيدة التي يرى فيها تعبيرا عن الحب الإلهي الرب الذي نزل من السماء من أجل أن يموت من أجلنا ومن أجل خطايا موت المسيح كان لإرضاء عدالة الله لأن أجل الخطي يموت وكان لابد أن يموت المسيح لكي ما يكون الله عادل وعدله كامل وعدل الله ومحبة الله وصفات الله ليسوا في تناقض مع بعض لكن في تناغم مع بعض فمش ممكن يكون الله عادل دون أن يكون محب ولا يمكن الله أن يكون محب وأنه عادله عشرين في المئة لا عشرين ولا ثلاثين في المئة جناب القصة إذا كان الله محبة والله رحمة والله يحب كل البشر ما الداعي لكل هذه المسرحية الكبيرة ما الداعي لكي ينزل الله من سماواته فيتجسد في فرج امرأة ثم يخرج من مكان قذر فيعاشر أهل الدنيا بتعبهم ونصبهم وقذارتهم ثم بعد ذلك يضربونه ويصفعونه ويبصقون عليه ما الداعي لكل هذه المسرحية طيب وبعدين لأن الله لا يمكن أن يغفر إلا بسفك دم وإذا الرحمة في إله لا يغفر إلا بسفك دم نحن لدينا في الإسلام جناب القصة الله عز وجل محبة والله رحمة من غير سفك دم بإمكان الله تبارك وتعالى أن يغفر عن العصات أن يغفر عن العصات من غير أن نسفك دم أحد أبدا القضية كل تريد دمعتين بين يدي الله عز وجل إناب لله عز وجل والله عز وجل يقبل منه ويسامحه بل وعندنا قضية غير موجودة عندكم فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات يبدل الله عز وجل هذه السيئات إلى حسنات لماذا؟ لأن هذا العبد تاب وأناب إلى الله عز وجل وما في داعي بدون نسفك دم لا تحصل مغفرة لا من الممكن أن تحصل المغفرة فرحمة الله تبارك وتعالى مش متعلقة لبسفك دم المسيح ولبسفك دم غير المسيح المسيحية جناب القصة على عكس ما تقول تقدم صفات الله عز وجل على أنها متناقبة صفة العدل أنه لابد أن يستوفي القصاص تخالف وتناقص صفة الرحمة إذ هو أن الرب يريد أن لا يميتهم ويريد أن تبقى الحياة ويريد الله عز وجل أن يخلص هؤلاء الخلق فالتناقض بين هذا وذا لم يتم ليس هناك تناهم لم يتم حله إلا بواسطة تجسد إلهي على الصورة التي ذكرتها لك قبل قليل نحن في الإسلام لا نحتاج إلى هذه الصورة ونؤمن بأن الرب تبارك وتعالى يملك من وسائل المغفرة ما لا يجعله محتاجا إلى هذه الطريقة ولا إلى غيرها يكفي أن الإنسان يتوب إلى الله عز وجل فالله تبارك وتعالى يقبل منه يكفي أنه يعمل الصالحات فالله تبارك وتعالى يسابحه فيما ارتكب من خطايا ومن موبقات لكن في المسيحية لا هذا كله غير كافي لابد أن الرب ينزل وينضرب وينتفى عليه وبعد ذلك يحصل القصة جناب القصة يرى بأن هناك طريقة عبر الله عز وجل فيها عن محبته للبشر ليسمع إلى هذه الطريقة عايز فعلا أشرح لك يعني إيه؟ الله محبة يا دكتور مونكز القول بأن الله محبة يا دكتور مونكز لا يلغي أبدا أبدا حقيقة كونه قدوس ويكره الخطايا لكن الحديث عن محبة الله يا دكتور مونكز بيبدأ من نقطة أساسية في الإيمان المسيحي وهي ماذا فعل الله من أجل خلاص الإنسان الخاطئ إيه اللي ربنا بيعمله علشان الإنسان الخاطئ يجد مرة تانية غفران وقبول أحطها في سؤال آخر يا دكتور مونكز هل الله واقف من بعيد هل الله واقف من بعيد يتفرج أم أنه كأب يتدخل لخلاص الخطاة هنا فرق السماء من الأرض بين الفكر الإسلامي والإيمان المسيحي هنا الفارق يا دكتور مونكز هنا الإسلام بيروح شمال والإيمان المسيحي بيروح أقصى اليمين هنا تكمن محبة الله إذن تكمن محبة الله ويتمايز الإسلام عن المسيح يا واحد بروح يمين واحد بروح شمال بأن الله عز وجل نزل وتجسد من أجل أن يخلصنا هناك خطة للخلاص الإلهي وفق هذه الخطة أعلن الله محبته للبشرية طيب أين كانت هذه المحبة قبل المسيح عليه الصلاة والسلام وأين هي اليوم بعد المسيح عليه الصلاة والسلام طيب في ناس يا دكتور ما استجابوا لهذه المحبة هل هذه المحبة مشروطة ولا غير مشروطة هل من آمن به خلص ومن لم يؤمن به يدن هل هناك دينونة لأولئك الذين يحبهم الله لأن محبة الله مشروطة فلا يمكن أن يهبها الله عز وجل لأحد إلا إذا آمن بالمسيح المخلوق هل هي محبة مشروطة أم أن أولئك الذين يحبهم الله عز وجل سيكون مصيرهم إلى الجحيم الله عز وجل بحسب كتابكم نزل من أجل خلاصنا بذل نفسه من أجلي لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل نفسه من أجل العالم طيب ليش؟ لكي لا يهلك كل من يؤمن به إذن الخلاص أو المحبة ربما تكون لكل الناس لكن الخلاص اللي هو مكان المحبة ثمرة المحبة اللي هو أنتوا الآن جالسين بتقولوا إنه الله نزل من أجل الخلاص ثمرة المحبة مشروطة بالإيمان فبالتالي الذين لم يؤمنوا بالمسيح لم يؤمنوا برسالته الخلاصية لم يخلصوا أين موقعهم من محبة الله؟ هل ما زال الله يحبهم؟ وألقاهم في بحيرة الكبريت فهم جالسون في بحيرة الكبريت والله تبارك وتعالى يحبهم أنت قلت أن الرب ما يتفرج عليهم الرب يشاركهم الرب نزل من أجل خلاصهم طيب فشلت الخطة الأولى جناب القس لما نزل الإبل وكثيرين ما آمنوا بالمسيح وكثيرين ليسوا أهلا للخلاص وذهبوا إلى بحيرة الكبريت أين هي محبة الله؟ لماذا لا يتجسد الآب بنفسه هذه المرة؟ لماذا لا يتجسد من أجل أن يخلص البشرية كلها ومن أجل أن يعيد البشرية؟ هل الرب جالس الآن الآب يتفرج على هؤلاء البشر الذين لم يؤمنوا والذين لم تطلهم خطة الخلاص والذين هم في جهنم؟ هل هو مثل إله المسلمين جالس يتفرج من بعيد؟ أم أن لديه خطة جديدة للخلاص؟ بعد أن فشلت الخطة الأولى ألم يدبر خلاص أولئك الذين لم يشملهم الخلاص الأولي؟ هل نتوقع جناب القس من حضرتك أن تخبرنا بأن محبة الله هناك خطة بديلة من أجل أن يخلص الله العالم؟ وأن الرب ليس عاجب حال العالم الذي معظم لا يؤمن بالمسيح عليه الصلاة والسلام ومعظم جالس يمارس أفعال شنيعة وأفعال سيئة في عداوة الله تبارك وتعالى وبالتالي هو ينبغي أن يتدخل لخلاصهم حتى يكون لديه خطة بديلة للخطة ألف الخطة التي فشلت إذا كان الله يحبهم رغم نجاح الخطة أو فشلها فمعنى ذلك ما عهجتنا نحن إلى دينون ما دام أن الله يحبنا هل الله يحب أحدا ثم يعذبه؟ أنت حضرتك قلت لي الله أبونا في أحد يعذب أولاده يا جناب القس في أحد ينتقم من أولاده لأنه ما آمنوا به لأنهم ما صدقوا إذا كانت علاقة البشر مع الله علاقة أبو وابن ما رأيك جناب القسم هذا الأب الذي يعذب أبناءه لأنهم لم يؤمنوا أم لو يوفوا بكل ما يريد إذا كانت العلاقة علاقة أبو وابنو وكما تزعمون فمعنى ذلك أنتم تنسبون إلى هذا الأب قبائح كما تقول أنت لا يفعلها الآباء الأشرار لا يفعلها الآباء الأشرار ترجمة نانسي قنقر